إذن اليوم وسائل التواصل الاجتماعي تنشر صورا لطائرة مسيرة صينية الصنع سقطت في الجزائر بولاية المسيلة هذه الطائرة الصينية الصنع كانت قبل أيام مفخرة للجيش الجزائري الذي كان يعتبرها والذي يعتبرها لحد الآن أحسن طائرة مسيرة في العالم هذه الخردة الصينية التي بحثتها الصين للجزائر بثمن باهد تثبت اليوم أنها لا تساوي أي هذه الخردة يجب إضافتها على الخردة الروسية بصواريخ الإسكندر وغيرها من النظامات العسكرية التي تثبت اليوم أيضا وفي آخر المعلومات أنها لا تساوي شيئا حيث أن الأوكرانيون بعد أن قاموا باسترجاع أكثر من 3000 كم مربع في شرق أوكرانيا قاموا باسترجاع 500 كم إضافية وهذه المرة في جنوب البلاد تثبت بذلك أن أوكرانيا وبأقل عدد من الأسلحة الغربية واجهت بقوة روسيا في نفس الصدد فلادي تأمير بوتين يواجه تحدي من برلمانيين من مدينة سان بيتسبرغ الذين يطالبونه بالتنحي لأنه وضع البلاد في خطر إن ما يقع الآن في أوكرانيا يثبت أن السلاح الروسي لا يساوي أي شيء وأنه لم يثبت أي جدارة أو استحقاق في الحروب التي تقوم بها روسيا لا في سوريا ولا في دول أخرى روسيا التي تنجح فقط في خلق المرتزقات التي تدفع بها في دول عربية أو إسلامية كليبيا، سوريا، العراق، ومالي فمبروك إذن للشعب الجزائري بكبراناته التي بعد صرف ملايير الدولارات على مرتزقة البوليزاريو تصرف ملايير الدولارات على خرذة لا تساوي أي شيء في السوق العالمي اشتركوا في القناة